اعنف حرب على قطاع غزة شنها الاحتلال الصهيوني قبل خمس سنوات ضمن حملة عسكرية مسعورة على المدنيين لكنها باءت بالفشل ودارت دائرتها على الكيان المحتل ففي سابع من تموز عام 2014 بدأ الصهاينة حربهم الثالثة على قطاع غزة وسموها الجرف الصامد بينما سمتها كتائب القسام العصف المأكول وفي التسمية الدلالة على النتيجة وإضاح طبيعة الحرب والصفات طرفيها وعلى مدار 51 يوما تعرض قطاع غزة الذي يعرف بأنه أكثر المناطق كثافة للسكان في العالم لعدوان عسكري صهيوني جوي وبري وبحري تسبب بمقتل 2322 فلسطينيا منهم 578 طفلا أما الجرحى فلقد تجاوزوا 11 ألف مصاب بحسب وزارة الصحة الفلسطينية مقابل هذا الهجوم العنيف ردت المقاومة الفلسطينية بقصف صاروخي وعمليات عسكرية خاطفة على جنود الاحتلال فقتلت منهم نحو سبعين جنديا وجرحت أكثر من 2500 أخرين وهذه الخسائر تعتبر صادمة للكيان المحتل في السادس والعشرين من شهر آب عام 2014 وقفت الحرب تاركة مأساة إنسانية كبيرة في القطاع الذي شهد حينها أكثر من 60 ألف غارة برا وبحرا وجوا كما كسرت تلك الحرب معنويات القوات الصهيونية وأدخلتها في حالة هلع وارتباك شملت حتى الساسة في تل أبيب وأجبرتهم على إعادة حساباتهم في التعامل مع قطاع غزة وعموم الشعب الفلسطيني المقاوم ذكرى العصف المأكول تستعيدها حركة حماس في سنة يحاول فيها تمرير ما تسمى صفقة القرن وفي استذكار هذه المعركة رسالة من المقاومة الفلسطينية بأن الحق لا يموت وللمغتصب عبرة بالرد الناري الذي تطلقه قلوب أصحاب الحق على ظالميهم قبل أن تطلقه أسلحتهم